ما الذي تفسره من تضارب الأنباء حول اجتماع اللجنة العسكرية الأمريكية بخصوص ما تحدثوا عنها البنتاجون يقول لا تتضمن الانسحاب كما أشار قبل قليل بغداد تشير إلى جدولته يعني على العكس تقريبا من ذلك أين الحقيقة برأيك؟ نعم بدءا تحية لكم أخي العزيز وإلى قناتكم الكريمة وإلى مشاهديكم الكرام حقيقة التناقض من الجانب العراقي التناقض من الجانب العراقي وأنا هنا لست بصدد أن أوضح من هو الصح والغلط ولكن ولا أنحاز إلى الأمريكان الجانب العراقي دولة الرئيس رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني يذهب بتصريح شكل والفصائل تذهب بتصريح شكل السيد السوداني كان جادا عندما اجتمع مع قادة التحالف في الجلسة الأولى وشكها اللجنة وكان جادا في أنه يقوم بالمفاوضات ثاني يوم مباشرة يقصفون عين الأسد بـ 22 صاروخ هذا هو اللي يقوض هذه اللجنة وتوقف العمل بها طيب ما هذا التناقض؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ أتريدون أن يخرج المحتل؟ تعتبروا محتل؟ أو تعتبروا تحالف يخرج من العراق؟ السيد السوداني جلس معهم لكي يجعل ذاك لماذا ضربتوهم؟ هذا واحد اثنيا أخي العزيز من خلال قناتكم قناة الفلوجة إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي أن توقف نشاطاتها أو كذا فكل اللي يتسويه امتثالا لهذه المفاوضات وأجلوس مع السوداني يرجعون إلى القواعد ويغلقون أبواب القواعد هذا واحد هناك خيار آخر اسمحها نقطة مهمة جدا أيضا من خلال قناتكم المباركة وخلي انتبهي شعبنا وأهلنا صرح بها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي قال إذا دخلنا داخل القواعد فلن نتحرك بالجو يعني الجو ماكو شي اسمه جو يقعدون بالقواعد مالتهم بعد استطلاع ماكو نهائيا ماكو خلص هاي واحد اثنيا إذا بقوا جماعتني يقولون لا ما نريدهم بالقواعد أيضا يغادرون فعضو الكونغرس قال يوم أمس قال إذا خرجنا بالكامل فمدة قليلة من الزمن سنعود إلى العراق طيب هذا فيما يتعلق بأجواء ما بعد الانسحاب ان حصل لكن نحن نتحدث عن انسحاب هل سيحدث أو لا أحيلك إلى البيان العراق الرسمي الذي ذكر أن المباحثات استمرت أو سوف تستمر هذه المباحثات التي تجري حاليا ما لم يعكر صفوها بأي شيء هذا التصريح ألا تظن أن فيه إشارة إلى هجمات فصائلية المتوقفة منذ أسبوع تقريبا هذه الهجمات متوقعة ما لم يعكر هذا الاجتماع شيء استاذ عبد الرحمن بصراحة شديدة التصعيد قادم بشكل موسع يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل الفصائل خلق أطيك لأنه وقع تصريح بايدن وقع الجانبين يتحدثان عن تهدئة حاليا يتحدثون عن تهدئة يتحدثون عن تهدئة ولكن هناك هذه الأصوات التي تقول هذا الشيء نريد خروج القوات هم يتحدثون عن التهدئة لأنه إرضاء للحكومة العراقية لهم بعض الشيء استاذ عبد الرحمن قد ننتبه على مسألة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حكومة السوداني أريدك تنتبه خليليها بن قوسيا تدعم حكومة السوداني لا تريد لحكومة السوداني أن تفشل فتارة تهدئ تارة يهدئون الخطاب تارة يكونون مرنين مع خطاباتهم ولكن إذا تلاحظ التصريحات الأمريكية في واشنطن وتلاحظ وكالاتهم وتلاحظ معاهدهم وتلاحظ الوجود الذي يصير على الأرض تقول لا يوجد شيء بدليل أريد أن نبه جنابك أهن العراقيين لا انسحاب من العراق ليش لا انسحاب من العراق أيضا صرحوا بهذا الشيء قالوا لأول مرة يذكرون لا انسحاب من العراق ونسلم آبار النفط لأذرع إيران إذن هنا نصرح بأن العراق عبارة عن مصالح بالتأكيد اطلعت على تصريح رئيس أركان هيئة الحجد الشعبي أبو فديك لمحمد داوي وهو تصريح رسمي والهيئة الرسمية يقول أن هناك نقاشات مع الحكومة حكومة العراقية لتحديد طبيعة الرد على الضربة الأمريكية الأخيرة في بغداد بشكل أوسع ربما كيف يؤثر ذلك على طبيعة التصعيد وعلى التهدئة إن كان السيد المحمد داوي رئيس هيئة رسمية يتحدث بهذه الطريقة ما الذي ننتظره والله يا أخي العزيز يعني ما أعرف إذا كان هو يقول أن يتابع للسيد القائد العام للقوات المسلحة ويصرح به تصريحات خلنا اعتبر قائد عسكري وأنا ضابط سابق خلنا اعتبر قائد عسكري ما مسموح للضابط يتجاوز القائد العام للقوات المسلحة ويصرح بكيفه وأنا أضرب وأنا أجاوب وأنا أجاوبهم وقاتلهم ما كويش منطق باللغة العسكرية فإذا ما تفضل به هو الأخي المحمداء ورئيس الحجد الشعبي ما علاقته بالفصائل هم مو يقولون الحجد الشعبي إحنا ما نعلاقه بالفصائل الفصائل العقائدية نحترم عقيدتها وكل نحن العراقيين نحترم العقيدة ولكن ما علاقته بهؤلاء القادة تارة يقولون هؤلاء الحشد الشعبي تارة يقولون فصائل ماذا نعرف إحنا فهذه التخرصات وهذا أن أعتبر الخطاب هذا الخطاب يأجج إلى العنف والخازر هو الحراق